السؤال بعد كده جاي بيقول السلام عليكم تم توقيع أوراق الطلاق على يد مأزون نعم دون النطق من زوجي بالطلاق على الورق بس حتى لا يأخذ من ميراس أولادي شيء ولا نأخذ منه شيء وكمان علشان أخذ معاش والدي واتفقنا على هذا كتبنا ورقتين عرفي واخواتي شهود على ذلك وكل الأهل يعملوا يعلموا أنه زوجي يعني ركن الإشهار تحقق هل بهذا يكون واقع طلاق ولا إيه حكم الرجاء الراد الرجاء تعالونا على دار الإفتر بالورق بتحضراتكم إيه اللي حضراتكم يعني حضراتكم متصورة إن فيه حد يجيب في مسألة في مسألة تتعلق بالطلاق بالمنظر ده أكيد مش هنعمل كده مش هنعمل كده ليه عشان الورق اللي توقع عليه ده ورق الطلاق اللي توقع عليه ده ده محتاج ده الواحده محتاج تحقيق لأن أنت كده بتتهم المأزون بأنه أخلب عمله ما ينفعش المأزون يكتب ورق الطلاق غير لما يسمع لفظ الطلاق فما ينفعش المأزون أفترد افتراد بسيط كده إن المأزون عمل إيه إن المأزون طلقكم فلازم تجيبوا الورق ونشوف اللي حصل لأنه وقف الغالب المأزون هيكتب إيه وإن الزوج تلفز بلفظ الطلاق فنجيب ورق المأزون طيب إيه تاني ونجيب كمان الورقة اللي يبتأت ورقة الجواز العرفي عشان نشوف أنت رجعته إزاي عشان أقدر أقول لحضرتك هو الطلاق ويع وانت رجعته ولا ما رجعتوش لأن حضرتك بتقولي أنت كتبت ورقتين عرفي وإخوات الشهود يعني رجعته لبعض تاني مش هقدر أقول لكم إن أنتوا اتطلقتوا ورجعتوا غير لما شوفوا الورقة كله وحقق مع حضرتكم وبالاختصاص قد أحقق مع زوج حضرتك وفي الورقة التانية أحقق وأسأل حضرتكم إيه اللي تم فيه الورقة التانية فما ينفعش يا سادة دي نبقى أنزح حضرتكم إن ما ينفعش في الأحوال اللي زي دي الجواب يكون على الهوى لازم الجواب يكون لما نشوف الورق ده إيه اللي حصل فيه وإيه اللي تكتب فيه عشان نقدر نجاوب عليه لكن إحنا نجاوب على طول بدون نظر في ورق الطلاق كان إيه اللي مكتوب فيه أو في الأوراق كمان اللي تمت بعد الطلاق طب إنتوا دلوقتي إزاي رجعتوا رجعنا بورق عرفي يبقى لازم الورقتين نشوفهم عشان نشوف إيه اللي تكتب فيهم وإيه اللي كان الحال ده بعد سؤالكم والتحقيق معاكم ومسألة إن ورقة الطلاق اتكتبت من غير ما نتلفظ والمأزونة عمل كده ده مسألة هتبقى محتاج إجراء قد تحتاج إلى إجراء قانوني عشان نقدر نتعامل مع هذه المسألة ترجمة نانسي قنقر